الرسالة اللي قالها سيد الرئيس ان احنا لازم نوجه ولادنا لهذا المجال باعتبار ان هذا المجال هو المستقبل هو اللي حتى لو ما اطلبش في مصر حيطلب في العالم كله لانه اصبح لغة عالمية تعليق حضرتك في البداية هو الكلام ده طبعا من فخامة الرئيس يعني بيوضح ان فخامة الرئيس مطلع على جميع الاحداث الجديدة لان احنا لو بنفكر في الزكاة السنائية او تكنولوجيا المعلومات او تطور التقني لاي خدمة موجودة اصبح النهاردة ان فيها معاها كمبيوتر فبالتالي فرص العمل في المستقبل هتبقى اكتر للناس اللي عندهم علم بهذه الكمبيوتر وتحليل البيانات وانظمة الحسابة والحسابات والانظمة الحسوبية الكبيرة فيه طبعا تطبيقات مرطفة زي مثلا تأمين البيانات تأمين هذه المواقع كل الوظائف دي هتبقى مفتوحة خلال العشر سنين الجاية هتبقى مفتوحة ليه لانها التقنية دي بتدخل في جميع مجالات الحياة فبالتالي عدد الوظائف عليها وحاليا احنا عندنا طلبة كتير قوي في سنة ثالثة وربعة بيبدأوا يلتحكم بوظائف خارج مصر بيعملوها بعض من الوقت او نص او بار تايم يعني نتيجة ان فيه طلب عالي على بعض من هذه التخصصات حاليا وما فيش ما يشغلها يعني هكذا لو نتكلم في مصر فيجي بسلا كام دكتور سنان هتلاقي كتير قوي طب فيه كام واحد بيعرف كويس قوي في السايبر سيكوريتي او في التأمين هتلاقي ناس قليلها فبالتالي المفروض من الحكمة ان احنا نوجه اولادنا ان هم يدرسوا الحاجة اللي هتبقى عليها طلب في العشر سنين الجاية رئيس مبرح تكلم عن يمكن مرتبات خارجين هذه التخصصات وقال ان هي بتبتدي من عشر تلاف دولار ممكن ياخدوا عشر تلاف دولار لغاية مئة الف دولار ارقام كبيرة جدا جدا التخصصات دي ازاي بتضمن يعني السالريز الكبيرة قوي دي لخارجين هذه التخصصات هي الدايمن انا اكيد مش بقول على خارجين يعني اكيد في المستقبل يعني هياخدوا ارقام كبيرة وحضرتك بصراحة في ناس عندها ارقام مقاربة الارقام دي هم لسه صغيرة لسه بقى لا سنتين ثلاثة نتيجة ان هو بيطلع يعمل شركة في المجال الرقم فبيبقى عنده دخل فدايما الوظيفة مرتبها مربوط بما مدى القيمة الحالي بتقدمها فلو حد بيشتغل في حماية او المنظومات الامنية اي غلطة بتؤدي الى امور كارسية لان انت مثلا لو فيه اتاك او هجوم الدنيا كلها بطاف بيتكلم على خسار بالملايين فبالتالي الارقام ديت موجودة في بعض التخصصات في مجالات الرقمنة ومجالات الزكاء الصناعي اغلبها بيبقى ناس عايدين في دول برا ما عندهمش الخدمات ديت فبيضطر ان هو يدفع بالريل بتاعه او بالعملة زي الفريلانسر او الشغل عن بعض وبعدين لا في مواقع كمان انا لا ببقى عارفك ولا انت عارفني وبعمل على النيوز فيه كده انا محتاج واحد اتنين تلاتة فبيخش فبتقدم فبتاخد الجوب في مواقع توظيف بهذا الشكل بيعليها مشاريع والمشاريع دي بيقولك احنا عايزين ناس يعملوها طبعا احنا الشباب اللي عندنا شباب متفوق علميا يعني انا من تجربتنا في الجامعة اللي انا فيها فيها كل الزكاء الصناعي الشباب عنده الحماس وعنده التفوق وعنده العلم وعنده الرغبة فده بيؤدي ان هو بيبدأ يلتحك بهذه الوظائف وبيؤدي هذه الوظائف وبيبدأ يشتغل فيها